ليه الجملة الشهيرة ليه ما عندناش محترفين كتير في أوروبا؟ هل ده سببه فقط إنه إحنا كأنديا مصرية ما منرداش نسيب اللعيبة؟ ولا سببه إنه إحنا فعلاً في مشكلة عندنا في القوليات إنه ما يطلعش أوروبا؟ أنت عندك اللعيب تفكيره متقوقع وجات لنا المصيبة بتاعت السوشيال ميديا فبقى حاضن التليفون وحاضن الأراء اللي موجودة وحاضن التريند وحاضن فمزنوق فثقافته قال العملت إيل طيب يا سيدي عندك لعيبة كبيرة اشتغلت بنفسها محدش رتب لها لمنظومة احترافية عملت حاجة لصلاح ما عندناش منظومة احترافية ولا منظومة أندية ساعدت في حاجة ولا حاجة أنت أخب بلك أنت عايز إيه؟ وهو ما تبقاش أنا بسهل وأنت مش عايز كلعيب فهي تفكير بقى العموم تفكير صغير قد كده صحيح أنت إيه رأيك؟ نفتح الأجانب في مصر في الدولة المصري أو نقفل؟ أنا ما عنديش مشكلة في أن تفتح لأنه اللعيب الكويس هينور في وسط أي حد وخصوصا أن احنا ما بنجيبش أجانب واو يعني يعني احنا بنجيب أجانب يعني على الليفل قليل صحيح فسابعة زي خمسة زي ستة احنا عندنا الناد اللي هاني اللي بقى له خمس سنين بيجيب أجانب بيمشوا كلهم صحيح لكن إنت لو جبت ليفل كويس الدوري هيعلى بالمصري هيعلى كمان الله عليك طبعا هيعلى نعم ما رسمها رايدة لا هيعلى هي مش مسألة عدد هات أجانب كويسين واعلى باللعب المصري هتلاقي بعد كده كمان أنا لو عندي فرصة أهلي أو زمالك أنا أجيب مجموعة أجانب كتير تحديدا أهلي وزمالك عشان هما اللي بيدفعوا أكتر يعني أجيب أجانب كتير فأنا بقى عندي فرصة أن أسيب اللعبة بتاعت المصريين يحترفه في أوروبا ما هي استراد وتصدير بالزبط إنه أنا لو فضلت تقولي ما تجيبش أجانب فإحنا كلها عمليت خانية على اللعب المصري هيا وسع الدائرة هو يسيب المصري وتاخد منه فلوس حتى لو جزء مش مش باللي أنت ما بتديره مش صح يعني وهات اللعيب الليفل كويس صحيح الليفل اللي هو زي الليفل اللي في السعودية اللي هو أيعلى بيك الليفل اللي في السعودية الليفل عالي عشان كده تلاقي الدورة عالي صحيح والدورة قوي وخلص آخر ماتش ده الليفل عالي أنت أخذ بالك والسعودية خالت آسيا وراحكس عالم يا منتخبه ما تأثرش آه فعايز ما تأثرش ممكن لا ده مستوى اللعيب عالي صحيح أنت أخذ بالك منافسات قوية صحيح صحيح